النهاردة قرأة كأس مصر وعندنا أحاديث كتير قرأة كأس مصر الجديد دور الستاشر وعندنا بكرة مباراة في كأس مصر القديم يعني عادي جدا يعني خلاص اعتدنا على الكلام ده مباراة مهمة جدا ومرتقبة أمام بيرامدز تم تعيين طاقم تحكيم منقسم لدولتين ساحة روماني وعلى تقنية الفيديو حكم مجري الحكم الروماني كوفاكس سبق وحكم قبل كده فارس في مصر مباراة القمة اللي كانت في بركة برج العرب الأجواء كانت صعبة جدا كانت أعتقد نوة في اسكندرية متواجدة وكان فيه أمطار كتير جدا ودي المباراة التانية ليه في مصر ولكن عندنا بعض التحفظات على الحكم لأن برغم أنه أقدم موسم جيد الموسم ده بالضبط حتى على مستوى الأوروبي تواجد في مباراة مهمة لكن على مستوى السي في بتاعه أو تاريخه كان فيه مشكلات كتير فرأيك كيف الحكم وتعيين الحكم حكم بص يا أسامة يعني أنا عارف أن عندك تخوف من الحكم أنا عارف ده ولكن أنا بشوف أن الحكم للأمانة قد موسم كبير جدا ربع النهائي في دور أبطال أوروبا مباراة أتليتكو ومباراة السيتي وكمان كان موجود في نصف النهائي الريال والسيتي وكان موجود في نهائي دور المؤتمر اللي جوزي مورينيو أخيرا عاد للتتوجات بالنسبة لعشاقه وروما بحق لقب أوروبي هو الأول كان برضو مع نفس الحكم الحكم السنة دي حكم مباراة كبيرة جدا حكم السنة دي هو أفضل موسم لي وموجود أكيد من الحكام المرشحين والحكام اللي عايكونوا موجودين في كاس العام الحكم فيه في مسيرته أكيد بعض المواقف الغريبة زي ضرب الجزاء لمهاجم السويد تم منحها بالاتفاق هتقول لي عنيه بالاتفاق هقول لك كان فيه لعبة الشوط الأول بين الشوطين كان حصل حديث وخرجته وسائل الإعلام على لسان المهاجم نفسه إنه قال له هاحتسب لك راكل الجزاء بديلة بالنسبة لك حكم هو الحكم حاليا في مستوى جاية فنية ولكن يظل عندك تخوفات نتيجة بعض الوقائع في مسيرته آه ده شيء مشروع إنما أنا بتكلم على مسيرة ومستوى الحكم اللي حكم مباراة كبيرة جدا في دورة أبطال أوروبا وإنهاء دور المؤتمر قدر أقول لي أن حكم لو عايز لو عايز هو قادر أكيد يطلع بمباراة الأهلي وبرامة زلبر الأمان هي نقطة مباراة السويد وتركيا بالتأكيد تناولتها صحيفة المركة الأسبانية وكان مثار جدل كبير جدا وأنا ليه متخوف من طاقم التحكيم وليه بنقول جرس انذار لأن تاريخنا في كأس مصر مع بيرامدز منذ أن كان اسمه الأسيوتي بيشهد خروج من المسابقة بأخطاء تحكمية سواء كان حكم مصري زي الحكم محمد عدل اللي قدر مباراة الأهلي والأسيوتي اللي كان فيها راكل الجزاء واضحة للنادي الأهلي أو جهاد جريشة اللي تغادى عن رقالات جزاء في مباراة الأهلي وبرامدز وطلع اعتذر بعد ذلك عن هذه الأخطاء واعتراف واضح أنه ارتكب هذه الأخطاء فبالتالي أنا لازم هنا يكون عندي بعض الألق عندي بعض الألق أيضا من فكرة الاختيارات هل الاختيار جاي عشان نبرز أخطاءه من رئيس لجنة الحكام ونقول مش أنتم عايزين تحكيم أجنبي فبنقول لكم أن التحكيم المصري أفضل والتحكيم الأجنبي عنده أخطاء جاي برضو من فكرة أن أنت تتجه تحديدا في تقنية الفيديو أو تقنية الفارروم لطاقم تحكيم مجري غير معتمد من قبل الفيفا فكل دي تحفظات بنحطها قبل المباراة ولكن بنتمنى زي أي حد عاوز يلعب منافسة شريفة أن الحكم يكون في كمة مستوى ويستكمل المستوى اللي قدمه هذا الموسم شكرا